الزكايلة عزاء مساء الأنوار مساء السرور مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا مسيئة الله لهذا المساء من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان وطني سندي وطني جنتي الأخت وطني سندي وطني جنتي من أهالي بغداد منطقة الكرخ تقول عمو شنو القصة يعني إحنا شنو تسوينا عمل للعراق قلت لها شون قالت يعني أم عباس أم الشحورة نسوي عمل للعراق يعني العراق تدمر العراق ضاع مننا لكويت تدري بيها أخذت يعني كل مناطق أخذت وقفة ميناء الفاو ما تقبل واحدة تخليه ميناء أم قصير خور عبد الله التميمي صار للكويت يعني ثلاثة أرباع البصرة أو ربع البصرة صارت للكويت منا الدولة الثانية الإسلامية نقول عليها ما نريد نجيب أسماءهم قاطعين الماء علينا الدولة الثانية قاطع الماء العفو قاطع الماء علينا وهس القتال بين الأخوة الأكراد الأكراد العراقيين والعراقيين في كركوك شنو وين العقلاء السوداني ليش ما يروح لمعباس وياخذ خيرة عدها ويشوف شنو هذا العمل ما يخليها لمعباس يتبطل هذا العمل يتبطله يطيها فلوس يطيها فتشي يحتيو ياها يشوف وحدة غيرها جين وين عقلاء القوم العراق ما بي سياسيين كبار ما بي عقلاء يعني بس هدولة ادي يحكمونه بس هدولة الناس اللي دتبوقنا اللي باقوا والعراق هم دول اللي يحكمون ماكو ناس أقلاء شنو هذا الخلاف كركوك كركوك هي هي عراق مصغر تركمان وأكراد وعرب ومسيح ومسلمين شيعة ومسلمين سنة يعني نفتخر احنا نفتخر تقوله بكركوك كركوك هالمحافظة الصغيرة ولكنها عراق هي عراق ليش هذا الخلافات من اللي يرابح لو انتصروا العرب أهالي كركوك على الأكراد لو انتصروا الأكراد على العرب من المستفيد ماكو واحد بيهم رابح الرابح هو خسران بس أنا تقول أسأل وين العقلاء وين الكبار وين الناس وين المستشارين السيد رئيس الوزراء خال أكثر من خمسين ستين مشتشار شنو ذول المستشارين شنو بس يطيهم رواتب بس يليد يسكتهم ويسكت أحزابهم لعد شنو خالهم مستشارين الويش المفروض طلقة وحدة ما ترمي بكركوك التاير مال سيارة ما يحترق تقول أنا دارسة بعلوم سياسية دارسة علوم سياسية ببغداداني وأعرف شنو السياسة ولكن ما ديش أحتي عمو أقول خلي روح السيد السوداني لم عباس ويشوف العمل ويحاول أن يبطل أن يقولها بطل العمل هذا يعني تقول يقدر يقدر بأسلوبة أن يخليها تبطل هذا السحر السحر على العراق اللي ما شفنا خير خير ما دنشوف ما حد راضي لا متقاعد راضي لا فلان راضي لا فلان راضي حتى الحرامية اللي يبوقون ما راضين على الوعظة ليش يتشي والباقي عليك عمو أتمنى لك التوفيق إليك والقناتك ومشاهديك ومشتركك أولا أختي العزيزة حقيقة يعني أنا قاعد صاف هسا والله العظيم قبل لتتصلين أنت وقبل لتترسلين قاعد صاف أقول ليش يتشي هاي مو دول الجوار دول الجوار أكو دول فقيرة وأكو دول غنية الكل عايشة 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 هاي دول الجوار اللي دائر مدائر العراق كلها عايشين عايشين ومرتاحين بس إحنا مسبيين يوم دولة تقطع علينا الماء على قولتي وديش ساد الماء هم علينا دولتين سادات الماء هذا طب بحدودنا هذا يريد منا هذا يأخذ منا شنو القصة يعني مدى نفتهم شنو ليش إحنا هينش يعني غير تفهمونا انتو فهمونا شنو القصة هذا العراق هذا العراق العظيم العراق القوي ليش أصبحنا هيك أكراد يسبون والعرب يسبون العرب العرب يسبون الأكراد والأكراد يسبون العرب والترك ما نمت دي بهم شنو شغلهم المسيحين والأيزيدين والترك يعني شنو الوضعية هذي أيضا هنا أسأل العراق ما بي ناس قامات قامات عالية وين هالقامات العراقية وين عقلاء القوم غير يكون يستشيرهم السوداني ويعرف شون السبب ليس هالمكالبة علينا ليس هالدمار هذا على العراق مدى نفتهم ليس يعني مدى نعيش مرتاحي دول الأجنبية اللي نسميها دول الكفر البعض يسمي الدول الأجنبية بلاد الكفر روحوا شوفوا بلاد الكفر شون الله منعم عليهم بالأنهار بالأمطار بالجراعة بالصناعة بالمعادن بكل شيء الله منعم عليهم على التواضع المسؤولين تواضع المسؤولين يشوف رئيسه جراية يتمشى بسيارته يروح على البايسيكي المقر عمله هسه احنا مدى نفتهم شنو القصة تغييره الاسود ان شاء الله ما نقول له باقين على ذاك النظام لا ذاك النظام مجرم بحق الشعب بس دولة يعني انتو جيتونا هسه جيتونا جيتونا ليش يتي يعني شنو شغلت كاركوك ليش يتي كاركوك كاركوك ليش صارت هيش ليش الاكراد من حقهم ان يعيشون بكاركوك والعرب من حقهم ان يعيشون بكاركوك والتركمان يعيشون بكاركوك والمسلمين الشيعة يعيشون والسنة يعيشون والايجيدية يعيشون وكلهم المسيح كلهم لازم يعيشون هذا بلدهم هذا عراقنا ما ممكن كاركوك تفرغ من الأكراد أو ما ممكن كاركوك تفرغ من العرب نهائيا ما ممكن هذه أرضنا وين ما نروح نقعد ووين ما نروح نبني ووين ما نروح نأجر ووين ما نروح نسكن طالما عراقيا أنا من حقي أسكن بأي مكان وعلى قول تشغت العزيزة أقول يجوز مسويننا عمل يعني يجوز دولة من الدول ما نسوي عمل يعني دازة السفار عمالتها يعني السفير الفلاني رايح لم عباس وقال لها أخذي لنا خيرة وسوي لنا عمل خلي ندمر العراق وإلا شنو خور عبدالله التميمي يصير للكويت يصير هم نحمل مسؤولية ذول النواب في 2013 وما دي بيأس سنة هل سيطلق التاريخ لما نوقعوا على الاتفاقية شلون فؤاد حسين شون يوقع على الترسيم أنت فؤاد حسين من الطاق الصلاحية يا رئيس وزراء الطاق الصلاحية منو قال لك وقع على ترسيم الحدود حدود الكويت ما طلع الخارطة من الواحد وستين من استقل الكويت وين حدودة هي هاي حدودة شلون صار لهم قصر شلون أخذ هاي المناطق كلها الكويت ليش داي عرقل وما يخليكم تبنون ميناء الفاول الكبير وهاي الجنط للطاها الحسن الطاها لمحمد الحلبوسي وحسن الكعبي وغيره وغيره هذول النواب الراحة والوفد الطاهم جنط ما دي شنو بيها الجنط هاي نفاخات ملاعب مع الأطفال ما عرف شنو بيها الجنط يعني مدى نفتهم احنا احنا ليش يتصلنا يلا على كلنا ندعو من الله أن يوفق السيد المهندس محمد الشياء السوداني ويروح يزورهم عباس ويقولها خليه تبطل العمل عن العراق يتبطل هذا السحر ويرجع العراق متعافي ونقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق الزكايلة اشتركوا في القناة